موسيقى اخوف شوي بصراحة بس بنفس الوقت الوقت عم بداهم يعني احكي عنها بس عشان بدي نحكي عن العلاج القصة هي التالية كما إذا حدا ما بيعرفها السيد عنده عبد مدين منه عشر تلاف وزنة يجا قال له وفيني قال له مما عمهلني بشتغل بوفيك قال له لو عارفه لو قادر يوفي ما صاره عشر تلاف وزني قال له مسامح فرح وطالع شاف عبد صديقه مديون له دي ميت وزنة عفوا ميت دينار وفيني قال له كما شوفي عنقه أخده للسجان قال له بتحطه بالسجن ما بيطلع منهني غير ما يوفي الفلس الأخير العبيد خبره السيد بعت وراه قال له إذا هذا مفهومك للتعامل سأعاملك من نفس الطريقة أقعد بالسجن لا تخرج حتى توفي الفلس الأخير لكن أنا بالحياة دائما كان عندي سؤال شو هي هي العشر تلاف وزنة كم تساوي اليوم هل نقدر؟ أظن أنا وصلت لجواب أرجو أنه يكون مش مخطئ تلين تون باليوناني وزنة كم تساوي؟ تساوي الوزنة 75 باوند 75 ليبرا يعني تقريبا مثلا 33 كيلو من الفضة كم تساوي من الفضة؟ 6000 دينار الوزنة 6000 دينار الدينار كان أجرة عامل اليوم كامل كان قال يروح يشتغل العامل يعطيه بآخر نهار دينار فهذا الوزنة 6000 دينار كم وزنة هنة؟ 10 000 وزنة إذا بتضربهم ببعضهم وبيطلعوا إيمتهم اليوم لنفطر اليوم على 50 ألف دولار سنوية الشخص هيدا الموظف العادي عنا بمدينتنا بمطريال 50 ألف هيدا المعاش فإذا إذا بدي أضربهم وممكن أنه بكرا الله رأينا على الإنترنت منحط هيدا بيطلعوا 12 مليار و765 ألف دولار يعني ثروة دونالد ترامب المرشح للرئاس الأمريكي اليوم هل أدي ثروة وهيدا بقول عنده البليونير مديون هيدا الشخص لسيده 12 مليار و765 ألف يعني وكان الله عم بقول خطاياك تجاهي لا تحصى ولا تعد ديونك تجاهي لا تحصى ولا تعد وأنا أغفرها لك بالتمام هلأ الميت دينار كمان قالوا نقيمة لنقول الميت دينار أجرة عامل ميت يوم يعني لنقول 7-8 ألف دولار كمان قالوا نقيمة لكن حبيبي مهما حدا أخطأ تجاهك أكثر شخص أخطأ تجاه الله هو أنت بالنسبة للمئيس وأكثر شخص أنا بدي أنهي هون أكثر شخص أخطأ تجاه هو أنا موسيقى